بالقصف المدفعي والصاروخي والغارات الجوية والهجوم البري بدأ الغزو الروسي لأوكرانيا قبل عدة أشهر لكن المعركة ما لبثت أن تنوعت أساليبها وأسلحتها بتنوع القوى الفاعلة فيها آخر تطورات الحرب وتداعياتها شملت إعلان شركة غاز بروم الروسية عن إخضاع خط الأنابيب نوردستريم وان الذي يوصل الغاز الروسي إلى ألمانيا لمزيد من أعمال الصيانة وهو الأمر الذي تكرر مؤخرا بصور مختلفة بين قطع الإمدادات تماما وبين تخفيض تدفق الغاز إلى أوروبا ما يعمق الصعوبات التي تواجهها دول الاتحاد في الحصول على احتياجاتها من الوقود ويطرح التساؤلات بشأن بدائل الغاز الروسي لدى الأوروبيين وفي ظل الحرب الاقتصادية المستعرة بين الغرب وموسكو بالتوازي مع الصراع العسكري في أوكرانيا قررت دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى فرض سقف على أسعار النفط الروسي بحسب ما أفادت به صحيفة والستريت جورنال وبحسب صحيفة نيويورك تايمز فإن روسيا تستفيد من ضعف أوروبا فيما يتعلق بالغاز الطبيعي ما أدى إلى ارتفاع أسعار الوقود إلى مستويات عالية للغاية في جميع أنحاء القارة وفاقم القلق من أزمة عاصفة مع قدوم الشتاء المقبل في القارة الباردة غير أن الأوروبيين لا يألون جهدا في محاولة توفير البدائل لا سيما أن النرويج تعد ثانية أكبر مورد للغاز في أوروبا بعد روسيا وهي في هذا السياق تعمل على زيادة الإنتاج لمساعدة بقية دول الاتحاد كما يمكن لجنوب أوروبا استقبال الغاز الأزربيجاني عبر خط الأنابيب المار بتركيا أو الغاز المسال القادم من قطر والجزائر أو ربما عبر المحيط من الولايات المتحدة